يا مساء الخير وأهلاً وسهلاً بحضراتكم نبدأ معاكم على شاشة الأهلي السادسة دايماً أهلاً وسهلاً بكل الأهلوية اللي بيتابعونا وقبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة وقول لحضراتكم عندنا أي النهاردة نتكلم فيه مهم جداً قاف وابتدي الحلقة مع اللحظة اللحظة اللي بيبدأ فيها يتسرب اليأس للبناء أو اللحظة اللي بتبدأ فيها حسيسك إنك أنت رايح للإستسلام الهدف بعيد الوصول للهدف صعب ويكاد يكون مستحيل بحسابات المنطق لكن بحسابات الأهلي قصة تانية خالص مبارح طبعاً لازم نبتدي ونبارك لأبطال سلة الأهلي اللي حققه فوز غالي جداً جداً في الثانية الأخيرة على الزمالك الغريم التقليدي قضية جديدة بيكتبها نادي الأهلي والحقيقة ما أحلى الضربات القضية يعني دايماً بنسوف طبعاً الأهلي تعود دايماً أنه لغاية آخر ثانية البلاست سعين بالنسبة لنا دي علامة وماركة مسجلة لكن مبارح الفوز كان غالي جداً وكان ليه طعم تاني ويمكن لو كان الأهلي تسيد وتفوق من بداية المباراة لنهايتها ما كناش حسينة بطعم وحلاوة الفوز اللي اتحقق مبارح على الغريم التقليدي طبعاً الزمالك تحية لكل رجالة الأهلي اللي عملوا مطش كبير وجيم كبير جداً وكانت روح الفنية للحمراء هي عامل الحسم أما فيما يتعلق بالخروج عن النص فده لينا واقفة معي ولينا كلام كتير على مدار الحلقة الناس كتير بتتكلم على مطش بكرة مطش مصر والسودان مطش الضمان التقاهل لدور الستاشر والحقيقة يمكن زي ما اتفقنا أنه المنتخب المصري من الواضح كده طبعاً من نتاج طبعاً لسه مطشاط المجموعات مستمرة لغاية يوم الخميس لكن من الواضح أنه المنتخب المصري ما قدموش غير سيناريو الفوز عشان يضمن التقاهل الخسارة واللعب على فكرة أحسن توالد بداية أمر لا يليق بنا يعني أمر لا يليق بالمنتخب المصري وعشان أكون صريح مع حضراتكم في ناس بتتكلم وبتقول أنه مطش السودان صعب ومحدش يتخيل أنه هتكون مباراة سهلة وأنه السودان عنده الحافز أنا الحقيقة لأتفق جملة وتفصيلاً أنا عارف أنه كل مباراة لياح سبتها وكل مباراة لابد من التعامل معها بالجدية مهما كان اسم المنافس أو الخصمة في المباراة دي أو خليني أقول المنافسة أنا لاحبش القصوم ما في الرياض يعني آيان كان اسم المنافس وآيان كان مستوى وعرف أن السودان عندها فرصة تتأهل لو كسبت منتخب مصري تتأهل مباشرة ولكن صعب جداً جداً تقنعني أن منتخب لساً قابلينه في البطولة العربية وكسبنين 5-0 يقدر يكسبني في بطولة أفريقيا صعب جداً تقنعني أن منتخب قابلناه بدون عدد كبير جداً من اللاعبين المحترفين منهم وعلى رأسهم محمد صلاح معاه ترزيجي معاه مرموش معاه النني وتقدر تقولي أن المنتخب السوداني يقدر يكسب المنتخب المصري صعب تقولي أنك عندك أحسن لعب في العالم وأحسن حارس مرمى في أفريقيا وواحد من أفضل حراس في العالم محمد الشناوي وتقولي أن منتخب السوداني ممكن يكسب منتخب مصري في أفريقيا صعب جداً تقولي أن فريق فيه خمسة أبطال أفريقيا لموسمين أو لسنتين على التوالي وتقولي أن السودان ممكن يكسب المنتخب المصري كلها حاجات مش منطقية آه ممكن ندي المباراة اعتباراتها ونطلب لعبتنا بالتركيز والاجتهاد وكل حاجة زي ما احنا عايزين لكن في النهاية منتخب مصري إذا ما كانش قادر يكسب السودان أو إذا كانت مباراة السودان مباراة مسهلة إيه اللي ممكن يكون سهلة تاني في بطولة أمم أفريقي حسابات كتيرة جداً ومازالت غير واضحة والنهاردة الناس بتتكلم على أن منتخب مصر وأنا يمكن قلت دنبارا أن منتخب مصر حظوظه بقت أفضل كتير جداً خصوصاً بعد نتائج المجموعة الخمسة وتراجع مستوى ونتائج يعني منتخب الجزائر وبالتالي فرصنا في أن احنا نروح لبعيد بقت أفضل نسبياً لكن ده لم يحسن بعد وعايز أقول لحضراتكم كمان أن منتخب غينيا للسوقية ومنتخب سيريليون منتخبين محترمين جداً لدرجة أنك أنت تحتار مين الأفضل أو مين الأسهل بالنسبة لنا إن شاء الله إذا تأهلنا عن مجموعاتنا مركز تاني أو أول محدش عارف ممكن تكون إيه الأفضلية بالنسبة للمنتخب المصري على كل أحوال هنتكلم على مطش بكرة وهنتكلم كمان على السعادات النادي الأهلي لمواجهة المقاولين إن شاء الله اللي من المفترض ومن المتوقع إنها هتشهد عودة بعض النجوم اللي غابوا في المباراتين الأولى والتانية أمام الجونة والإسماعيل خليني قبل ما أدخل في التفاصيل ونفتح موضوعاتنا النهاردة نقول لحضراتكم أهم أخبار وعنوين السادسة الأهلي واصل تدريباته دون راحة السعدادة للمقاولون في كأس الرابطة وليد سليمان ينتظم في التدريبات ومسليمان يمنح اللاعبين راحة 24 ساعة المنتخب الوطني يختتم تدريباته اليوم السعدادة للمواجهة السودان غدا في أمم إفريقيا وكيروش جاهزون لحسم الصعود أمام السودان والأداء يتحسن كاف يرفض تغيير ملعب مباراة الجزائر وكود ديفوار بأمم إفريقيا أنا هبدأ محررتكم القصة والحكاية من بعيد شوية من يمكن عشرين أكتر من كده شوية خمسة وعشرين سنة كان الدوري الإنجليزي اللي أنتو بتتفرجوا عليه وشايفين صورة أكتر من رائعة وانضباط ونظام وانجوم ولاعب وصورة وكل حاجة كان الدوري بيطلق عليه الدوري ده الدوري الأعنف في العالم وكانت الخناقات بين الجماهير الفرق بتصل إلى معارك دامية ومصابين ومستشفيات وجرحة يعني حرب كراوية زي ما بيقولوا في يوم الأيام وكانت الملاعب زي ما عندنا كده عشان الفرق بين الملعب والتراك والمدرجات فيه أسوار حديدية النهاردة اللي يبص على الدوري الإنجليزي يجد صورة مختلفة ب180 درجة ملاعب مفتوحة جماهير متحدرة مشاهد أتمنى طبعا يعني من حق يغير على بلدي وعلى ثقافة ولاد بلدي وأقول نفسي أشوفها بتحصل في ملاعب مصري يعني كم مباراة هنا ممكن نشوف أو نتوقع لما يكون في حضور جماهيري حتى لو كان قليل أنه جماهير الفريق المنافس بتحيي الفريق اللي كسب حتى لو ما كانش فرقتهم هل ممكن حد يتوقع أن ده مثلا يحصل في ماتش أهلي وزمالك ما أعتقدش هل من الممكن أنك أنت تتوقع أنك تشوف في يوم الأيام مباراة في كرة القدم في مصري في أي ملعب مصري معمول من غير سياك حديدي وتبقى متطمن أنه الجماهير مش هتندفع لأرض الملعب في أي لحظة من اللحظات سواء في لحظة غضب أو حتى في لحظة فرحة برضو أعتقد أن الإجابة على السؤال ده ما أعتقدش أنا بقول ليه المقدمة دي لأنه الناس دي اشتغلت سنين طويلة وحطت قواعد ونظم وتم تطبيقها وتفرضت على كل الناس لغاية لما تحولت الصورة بالشكل اللي احنا شايفينه النهاردة في قاعدة بتقول يعني زي من الإمام الشفحي كده رحمه الله بيقول من أمن العقاب أساء الأدب وإحنا الحقيقة للأسف الشديد جدا ناس كتير قوي على كل المستويات بتأمن العقاب وأنا عندي مشكلة بقى لما يكون ده ممكن أتفهم ده أو أقبله نوعا ما نوعا ما بين قصين كده نوعا ما لما يحصل ده من الجمهور شباب صغير ممكن إدراكه ممكن وعيه ممكن تصدير حالة التعصب بالنسبة له ما يكونش ليه زنب فيها لكن لما يحصل ده من ناس كبيرة ناس وعية ناس فهمة ناس مفترض أنها مقدرة حجم المسئولية وأنها بتأثر والناس كتير جدا بتاخد منها وتقلدها أعتقد ده اللي بالنسبة لي وبالنسبة للناس كلها مفترض يبقى لا مقبول ولا مسموح اللي حصل مبارح في المباراة الأهلي وإشارة لعب الزمالك اللي حصلت في نهاية المباراة أكبر بكتير جدا منها تكون خروج على النص وإذا كان فيه رغبة حقيقية عند كل مسئول أين كان مستوى مسئوليته كنت بكلم على مسئول في نادي وأعتقد أنه نادي الزمالك نادي كبير جدا وأي لعب لابس تيشرت نادي الزمالك لابد أنه يدرك أنه لعب كبير لأنه بينتمي لكيان كبير وبالتالي مسئوليته في الوقت ده بتبقى كبيرة جدا لأنه واصل وبيأثر في الملايين فبالتالي لما يحصل خروج على النص من لاعب من إداري من جهاز فني من مسئولين في أندي أعتقد أنه ده لازم يكون عقابه شديد جدا عشان يحقق حاجة مهمة جدا في المنظومة اللي أنا بتكلم عليها بقى وهو عنصر الرضع الرضع العام إن إحنا ندي مثال واضح وصريح على رفض أي خروج على النص مهما كانت مكانت ومهما كانت أهمية الشخص الخارج عن النص أتمنى أتمنى أشوف موقف واضح جدا لأنه ده الحقيقة واحد من أهم أسليب إذا كان فيه عندنا رغبة يعني في مواجهة التعصب وللأسف شديد جدا اللي بقت بتغذيه كمان السوشال ميديا بشكل فج وبشكل واضح وبشكل صريح ومحدش بيقدر يتعقب ده أو يحاسب الناس اللي بتروج لحالة التعصب أو حالة الفتنة اللي موجودة على مستوى الرياضة يعني فأتمنى الحقيقة نشوف رد فعل قوي وحاسم سواء من اتحاد السلة أو من نادي الزمالك نفسه نروح لفرقتنا أقول لحضراتكم النهاردة كان فيه طبعا تمرينة استعدادا لمباراة المقاولين والتمرينة دي كانت النهاردة الصبح ويمكن الفريق الحقيقي يمكن بيستعد المقاولين النهاردة بكرة ياخد راحة حسب مقرر مستر موسيماني وان شاء الله يوم الخميس يرجعت مرة تانية استعدادا لمباراة الجمعة في بعض الأسماء اللي رجعت للتمرين النهاردة منهم طبعا علي لطفي النهاردة كان فيه تدريب على الحراس المرمى علي لطفي شوبير حمز علاء ومصطفى مخلوف وكان فيه تدريبات يعني اليقى بدنية رفع مستوى الأحمال لعدد كبير خصوصا للعيبة اللي كانت غيبة برسيتاو أطمنكم زي ما قلتلكم من يومين برسيتاو سلبي كورونا تعمل له برنامج تأهيل لمدة 48 ساعة النهاردة شارك في التدريبات لويس مكسوني الحمد لله سلبي أنا كنت قلتلكم من يومين أنه الراجل عينته الأخيرة إيجابية ومازال لسه في موزنبيق ومفترض أنه هيتحرك وأول ما يجي ان شاء الله ويوصل القاهرة بالسلامة هيتعمل له مسحة برضو عشان يتطمنوا على حالته زي ما انتم شايفين وليد سليمان رجع نقول له ألف حمد لله على السلامة وليد رجع النهاردة واتمر مع الفرقة بشكل كامل أتوقع أنه يبقى فيه ظهور لبعض الأسماء يعني يمكن مستر مسلماني اعتمد على حسام حسن على عمار في المطش اللي فات على كريم فؤاد أتوقع أن المباراة اللي جاء قدام مقولين ممكن نشوف فيها أسماء من الفريق الأول بتشارك فيها ربيع جاهز حسن الشحات جاهز زي ما حضرتكم شايفين ياسر إبراهيم جاهز محمد مجدي أفشا جاهز وبالمناسبة أنا بيتهايلي كمان أنه المطشط اللي جاية من كسر ربطة هتكون فرصة للإطمئنين على الباك اليمين يعني أنا عارف أنه جماهير النادي الأهلي بعد إصابة أكرم قلقانا شوية من الحتة دي لأنه أكرم كان فيه وصل الحقيقة لمستويات يعني عالية جدا كانت فرمة عالية جدا جدا والأهلي يخسر أكرم باللي بالمناسبة ظهر زي ما أنتم شايفين في تمرينته النهاردة أكرم كان موجود في التيتش في ملعب التيتش وواضح الولد يعني يعني ما شاء الله ما شاء الله عنده حالة رضا كبيرة جدا أي حد هيوصل للمستوى اللي وصل ليه أكرم وخصوصا أن فرصة جات له بعد معاناة أكرم يعني يتعب كتير واشتغل كتير على نفسه عشان يوصل للحتة دي وبالتالي لما تبقى في قمة فرمتك وقمة تقلقك وتبقى أساسي ونمرى واحد في المكان ده منتخب وطني ونادي أهلي وجي لك إصابة عادك شهور بتبقى صعبة جدا جدا لكن الضحكة دي تقول لك قد إيه الولد متطمن وقد إيه الولد راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وده مع حطه في المعادلة مع إصراره وعزمته الولد عنده روح روح اللي هي بنتمنيها الحقيقة في فقيل عيب كورة لو عندك 11 في الملعب عندهم روح أكرم أنت بقيت في حتة تانية خالص فإن شاء الله يرجع بالسلامة لكن الناس أل أنا شوية من غياب أكرم خصوصا أنه هاني بعيد بقاله فترة فهاني محتاجي ياخد الفترة اللي جاية والناس بتسأل مين ممكن يلعب مع هاني عشان يبقى فيه بديل يبقى فيه منافسة الاتنين يشدوا على بعض أنا بقول أنه المركز ده إلى حد كبير مطمئن عندنا في المركز ده ممكن كريم فؤاد جاي والولد إمكانياته أعتقد أنه كل أهلوية متفقين عليها أنه كريم مستقبل للنادي الأهل وكريم خمم بشرة جدا 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 ولد كرته حلوة ويقدر يلعب في أكتر من مركز يمين ممكن شمال ممكن فممكن تراهن عليه جدا وأنه يتم تجهيزه في الفترة اللي جاية عندنا عمار حمدي ممكن يلعبها عمار برضو واحد من الخمات اللي برضو ما فيش خلاف على إمكانياته عندك حتى لو احتاجت حسين الشحات ويمكن حسين لعب في المركز ذهب لكده أنا ما شفتوش من البدايات يعني ما شفتش حسين الشحات من البدايات قوي ابتدت أتابعه أكتر مع العين الإماراتي وطبعا بعد كده مع النادي الأهلي لكن كل الناس اللي تبعته والناس اللي اكتشفت حسين في البدايات بتقول إنه كان متوهج ومتقلق ومتعملق في مركز الباك اليمين فبرضو حسين الشحات ممكن يسد في الناحة دي فما تقلقوش الحتة دي مليانة في أسماء تقيلة أوي في النادي الأهلي ممكن تلعب في الحتة دي المهمة بس ناخد الفرصة دي احنا كل يوم بنقرب من كاس العالم فان شاء الله بإذن الله يبقوا يبقى عندنا اسمين تلاتة جاهزين إنه هم يعني يلعبوا في المركز الباك اليمين خاليني أقول لحضراتكم كمان ميستر كارلوس كيروش المدير الفني المنتخب مصر النهاردة طبعا المنتخب هيختتم استعداداته وتدريباته أو تدريباته الأخيرة قبل مطش السودان بكرة وأنا الحقيقة أشايف أنه على المنتخب المصري أنه أو يعني قدامه فرصة كبيرة جدا أنه يكشر عن أنيابه إذا كان عنده رغبة في أنه يروح لبيت في البطولة وخصوصا أنه الكبار إلى حد ما ما حسناش بيه يعني تونس تعاني كوديفوار تعاني الجزائر تعاني غانا تعاني يعني أحنا بكلم حضرتكم على أسماء من العرى التقيل وممكن منهم ما يوصلوش أساسا دور الستاشر يعني باستثناء المغرب والكاميرون ما شوفناش منتخب أفريقي يقول أنا مش قادر أحكم على نيجيريا يعني نيجيريا معنا يعني إحنا نجمنا الحقيقة نيجيريا وحطناها في حتة عالية جدا لكن لما نيجيريا تصدم بمنتخب من العرى التقيل قادر أقولك نيجيريا مصنفة أو مرشحة ولا لا لكن في النهاية البطولة ضعيفة يعني البطولة ما فيهاش منتخبات تقول منافسة فيها على اللقب هتكون قوية ممكن الأدوار اللي جاية يحصل طفرة أنا دايما دول المجموعات يعني ما بقس عليه قوي لكن ممكن بداية من الستاشر تلاقي المنتخبات ابتدت لأنه خلاص بقى مفيش فرصة للتعويض ما انتش مريح وساند ضهرك على الحيطة ومستني المطش اللي جاي تكسبه عشان تتأهل لكن بعد كده خروج مغلوب وبالتالي بيظهر الوجه الحقيقي والإمكانات الحقيقة لكل المنتخبات لكن في النهاية إذا كان منتخب مصر إذا كان لعيبة منتخب مصر يعني أنا مش هراهن قوي على مستر كيروش يبدو أن الراجل غالبا مش مدي البطولة وزنها أو اعتبارها أو مش فاهم أهميتها بالنسبة للمصريين مش فاهم أننا راحين نلعب كجمهور يعني عايزين المنتخب يحقق اللقب هو أهمه الأول والأخير كله كاس العالم وربنا يسطر لكن في النهاية لو اللعيبة عايزة تنافس بجد وعايزة تستغل الفرصة لأن أنا شايف أن البطولة دي فرصة الجيل ده قدامه فرصة أنه يحقق البطولة لو استعادنا الروح لو حسينا بإمتنا وبشخصيتنا لو فهمنا أي منتخب بيلعب منتخب مصر بيبقى عامل اعتبار للمنتخب ده إزاي حتى وهو في أسوأ حالته فبتهيالي أن السودان فرصة لمصالحة الجماهير وفرصة للتعبير عن إمكانياتك وشخصيتك وفرصة أنك تقول للناس كلها أنا مش جاي هازر أنا جاي أنافس على اللقب وجاي بشخصية بطل وصاحب الرقم القياسي في ألقاب القرى الأفريقية هو شايف أن الأداء بيتحسن هو رجل قال كده قال إنه واثق في لعبته وشايف أن الأداء بيتحسن إذا كان بيقارن بين المستوى في غينيا بيساو مقابلتنا بنيجيريا فهو أكيد طبعا تحسن هو المنتخب أساسا ما رحش في مطش نيجيريا إحنا أول مطشاتنا اللي لعبناها في أمم أفريقيا هو مطش غينيا بيساو عمر السلية ليه تصريح مهم جدا وعمر الحقيقة قائد يعني عمر الحقيقة أتمنى الحقيقة أنه يحاول يشتغل أو يوصل ده يعني بتهالي أنه اللعبة بينها وبن بعضها ليها دور ممكن يعني يتخطو نوعا ما إرهاصات وافتكاسات مستر كيروش يعني إذا كان الراجل حتى ممكن يبقى إلى حد ما بيقلف ما أعتقدش أنه هيجازف بكرة لأنه بكرة مطش ما يحتملش الإسم على اتنين يعني بكرة لازم تكسب ما لهاش حل تاني غير كده بقى يبقى أعتقد أعتقد يبقى فيه كشف حساب ويبقى فيه قرار مش عارف مين يتحمل مسؤوليته لأنه اللي حطينا في مطاب كيروش حطينا كلنا في خانة ياك معرفش مين يداله الصلاحيات ولا مين يداله الفكرة العبقرية أنه يمضي العقد بالبرود دي مع مستر كارلوس كيروش لكنها بتهالي مستقبل الكرة المصرية ومستقبلنا أو فرصتنا في كاس العالم هندفع عنها حتى النهاية بمناسبة يمكن فيه مطش الجزائر وكوديفور ده مطش حاسم وأعتقد واحد من المطشات اللي أنا شخصيا رشحها لحضراتكم عشان تتفرجوا عليها أولا قواتين عظمتين كوديفور الجزائر بصرف النظر عن ترتيبهم في المجموع وبصرف النظر عن مستواهم في البطولة ونتائجهم الاتنين من المنتخبات التقيلة في أفريقيا والجزائر ما عندوش مفر لازم يكسب المباراة دي عشان يحاول يتأهل للمرحلة اللي جاي وفي نفس الوقت أعتقد أن كوديفور في حالة خسارتها هتبقى بتضحي بحظوظها في التأهل لأنه لو جزائر كسبت كوديفور ونتيجة غينيا للسوقية مع سيداليون كانت تعادل أو كانت حتى مكسب لغينيا للسوقية ده معنى أنه برضو كوديفور هتصيف بدري بدري عشان كده هي مواجهة من العارة التقيل والاتنين الفرقتين كانوا طالبين من الاتحاد الأفريقي أنه يغير لهم ملعب المطر طبعا يعني مع كامل التأدير لكن ملعب البطولة يعني أغلبها أو معظمها في متأه السوق ملعب لا تصلح لأنها تستضيف بطولة بحجم بطولة أمم أفريقي وزي ما حالك مشايفين الصورة كده يعني بجد غزبا عن الواحد بيحط ده الصور دي في مقارنة مع استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا من سنتين فاتوا لا إحنا في حتة تانية خالص يا جماعة يعني مصر بجد دولة عظيمة ودولة كبيرة مع كامل التأدير والاحترام للكاميرون طبعا إصابة حالس كوندفور نتيجة أنا مش عارف إيه اللي حصل يعني هو طبعا سوق حالة الأرضية خلت الرجل عمل كده ضرب مع رفش شقلباز كده وكرة وقعت وكرة نطت مشهد كوميدي طبعا مش ممكن يحصل غير في ملعب سايق زي الملعب اللي تعبت فيه المباراة وبالمناسبة خلينا أقول لحضراتكم أنه حالس كوندفور ده والده توفى تاني يوم على طول يعني هو حالس سايق الحظ تسبب في يعني أنه يكون سبب يعني في حالة حزن كبيرة جدا في كوندفور نتيجة تعادل في نهاية المباراة وبعدها على طول بـ 24 ساعة والده توفى يعني كان الله فعونه لكن في النهاية الاتنين طلبوا من الاتحاد الأفريقي أنه يغير لهم ملعب المباراة اللي هتجمعهم في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات والنهاردة الاتحاد الأفريقي جاوب على الطلب ده بالرفض فبالتالي المباراة هتتلعب في نفس المعايد عايز أكلمكم شوية على كاسر ربطة وعلى فوائد نادي الأهلي من البطولة دي اللي بعتقد أنها فوائد كبيرة جدا حتى لو بحساب النقاط يعني يعني نكون ضيعنا أربع نقاط لغاية الوقت لكن أنا بشوف المكاسب تتعدى وتتخطى بكتير وعندنا النهاردة فاركو فاركو النهاردة بيكسب الزمالك بنتيجة 2-0 فبالتالي لأ أولادنا الحقيقة قدموا نفسهم بشكل كبير في أحسن صورة وأعتقد أنه إن شاء الله بإذن الله منهم أسماء تقدر تراهن عليها ومبشرة جدا عندنا مطش المقولين هنتكلم عليه النهاردة وعندنا كمان تحليل للبطولة الأفريقية ولفرص مصر في المواجهة بتاعت بكرة إن شاء الله هتجمعنا مع السودان خلينا نروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم بعد الفاصل نستكمل حلقتنا في السادسة أسماء كبيرة جدا يعني كاروشو بواليا وروجي ميلة وجوجوية وتسأل حقيقة ليه كرة الأفريقية يعني ما بتتقدمش يعني أنت شفت دلاتي مجموعة من أهم الأسماء على مستوى العالم وما زالت الأجيال تتوالى يعني أنت النهاردة صلاح مبالح كان بينافس وعندكالب طبعا على ده بس ومش عايز الناس تزعل يعني مش عايز مش عايز المصريين يبقوا طبعا نفسنا كان صلاح يفوز بالجائزة لكن أنا قلت مبالح أنه المنطقي بصراحة والأعرب ليها ليفندفسكي عامل موسمين والأروة وكان مش بس يستحق ده بس لكن كمان كان يستحق البالوندور لكن الكوسة ودتها لليو ميسي على كل أحوال أنا شايف أن فرص صلاح الأفضل في العالم سواء كنت بتكلم بقى على الدباست أو البالوندور هتبقى السنة اللي جاية أعتقد أنه لو عمل أو استمر على نفس المستوى والمردود اللي بيقدمه صلاح ولو نجح فإنه يعمل حاجة مع منتخب مصر نتمنى طبعا في أمم أفريقي أو في كاس العالم بس يعني على الأقل يخدنا ويوصل بينا جدا السنة الجاية على كل أحوال خليني أخدكم وهقف مع جهاز الدباست وأشرح لحضراتكم إيه اللي حصل لكن خليني أتكلم أكتر على مصر والسودان بكرا إن شاء الله وهيكون معي الوقت من خلال فيديو كونفرنس يباغ فيلود وهو مدرب أجاكسيو الفرنسي وكان قبل كده تولى طبعا تدريب منتخب السوداني الشقيق طبعا ميسيو فيلود بشكرك على وجودك معنا وأهلا بك شكرا جزيلا للاستقبال أنا عارف أنك أنت متابع بطولة الأمم الأفريقية خليني أسألك بس بداية تقييمك لمستوى البطولة وإيه أهم الحاجات الإيجابية اللي شفتها أو تابعتها في النسخة الكاميرون 20-22 أعتقد أن أول ماتش في البطولة الأفريقية كان صعب للمتابعة أو أن نقيمه ولكن أعتقد عن منتخب المصري أعتقد أن أول مباراة للمنتخب المصري لم أتوقع هذا المستوى للمنتخب المصري ولكن في المباراة التالية كانوا أفضل ولكن المنتخب المصري في البطولة العربية كان مستوىهم مستوى عالي وكان هذا واضح ولكن في البطولة الأفريقية لم يصل لنفس المستوى ولكن أتابع أيضا المنتخب السوداني وكان أول مطلس صعب لهم ولكن سيكون أفضل في المباراة القادمة المنتخبين ما زالوا بيحفظوا على فرصهم في التأهل المواجهة الأخيرة بمناسبة كلامك على البطولة العربية كانت انتهت لصالح المنتخب المصري بنتيجة 5-0 هل تتوقع أن السيناريو ده يمتد أو يستمر في مواجهتهم في بطولة أمم إفريقيا ولا تتوقع السيناريو مختلف أعتقد أن لن يختلف كثيرا أن يوجد الكثير من اللاعبون الشباب ولكن يوجد اللاعبون الصغار ولكن لهذا أعتقد أن سيكون هناك اختلاف كبير لأن المنتخب المصري يمتلك الآن اللاعبين المحترفين وهم على مستوى عالي جدا وفي البطولة الأفريقية مختلفة عن البطولة العربية الجو والملعب ولكن لهذا أعتقد أن المنتخب المصري أقوى من المنتخب السوداني طبيعي بمستوى اللاعبين يهمي أسمع رأيك في الإدارة الفنية لكارلوس كيروش إزاي بتشوف بصمات الراجل مع المنتخب الوطني وإيه هي أهم إيجابياته وأهم سلبياته من وجهة نظرك أعتقد أن في البطولة العربية أنهم أدى مستوى عالي في البطولة العربية وكيروش هو مدرب مشهور في أوروبا كثيرا وكنت متفاجئ أن يدرب منتخب إفريقي هذه كانت مفاجئة بالنسبة لي ولكن أعتقد أن اليوم هو لدي الكثير للخبرات وأعتقد أن البطولة الإفريقية مهمة جدا للمنتخب المصري لأن المنتخب المصري هو الأكثر تثويجا بها والأهم أعتقد أنه هو الحصول على بطاقة الصعود لكأس العالم هذا هو الأهم للمنتخب المصري وطبعا المصر هي دولة كبيرة والأمة الإفريقية للأمة الإفريقية ولهذا أعتقد أن يجب الصعود لكأس العالم مع كيروش والأداء الجيد أيضا خلال البطولة يمني عرف برضو منك رؤيتك للاختلافات المتوقعة على تشكيلة منتخب السودان وطريقة لعبه في المباراة المنتظرة بكرة على عكس طبعا أو غير المواجهة الأخيرة التي كنت تقود فيها المنتخب السوداني في بطولة العرب سواء من ناحية الأسماء أو من ناحية طريقة اللعب أعتقد سيكون في اختلاف لأن هناك لعبين قدد في لعبين قدد انضموا للقائمة ولكن المباراة التي لعبها المنتخب السوداني مختلفة بالطبع عن بطولة أفريقيا واللعبين سيؤثروا لأنه لذا ليس الفريق تم يوجد اختلافات بين الفريق الذي أدى في البطولة العربية والفريق الحالي في بطولة أفريقيا لأن الاختيارات مختلفة تماما وأعتقد أنه اختلاف كامل ولكن سيكون موش صعب جدا من وجهة نظرية مع المتخمصة السودان ما عندهاش فرصة غير تحيي الفوز على المنتخب الوطني المصري هل تتوقع دان أنه يخليهم يفكروا في أنهم يلعبوا جيم مفتوح يلعبوا جيم هجومي قدام المنتخب الوطني أعتقد أنهم سيبقوا في منطقة الدفاع وسيدافعون بقوة لأن المنتخب المصري منتخب كبير لديه عديد من الإمكانيات ولهذا أعتقد أن اللعب في الدفاع واللعب على الحجمة المرتدة سيكون الأفضل للمنتخب السوداني وأكثر حفاظها عن نتيجة من الأسماء التي من وجهة نظرك ممكن تصنع الفارق أمام المنتخب الوطني أسماء اللعبين المنتخب السوداني أعتقد أن هناك يجد لعب اللعب هو يسمى بوكبا هو لعب جيد جدا وهو يلعب في منتصف الميدان ولكن المنتخب المصري لديه الفرصة والأفضلية لأنه لديه محمد صلاح المهاجر وحارس المرمل على مستوى عالي جدا ولهذا أعتقد أن حارس المنتخب السوداني أعتقد أنه أيضا على مستوى عالي جدا وسيكون عقق أمام المنتخب المصري أمام مهاجم المنتخب المصري الحارس السوداني ولكن بالطبع الدفاع أمام صلاح صعب جدا رأيك في التحكيم مستوى الحكام الأفرقى في البطولة؟ عفوا لما أسمع جيدا بسألك على مستوى التحكيم أنا عرف أنك بيتابع مباريات البطولة مستوى التحكيم في البطولة ومستوى الحكام وخصوصا من كان لك واقع يمكن أنا عرف وقت التدريب المنتخب السوداني أعتقد كان فيه اعتداء من قبل أحد الحكام الأفرقى عليك بشكل شخصي أن المتش المشكلة الكبيرة اللي حصل في مباراة تونس ومالي وهذه كانت مشكلة غريبة لأول مرة تحدث ولكن أعتقد في باقي المباريات المستوى جيد وليس هناك مشاكل ولكن للأسف ما حدث في مباراة تونس ومالي لم يكن بشيء جيد ولكن من وجهة نظري في باقي المباريات الحكام على مستوى عيلي وجيد إزاي بتقين تجربتك في العمل في أفريقيا تدريب المنتخب السوداني وهل من الممكن أنك تكررها مرة تانية؟ أعتقد أنها كانت تجربة جيدة بالنسبة لي أنا وصلت للسودان من وقت ليس كبير وعملت كثيرا وستطعنا أن نفوز وأن نصعد للبطول الإفريقية وهذا أعتقد أنها كانت تجربة جيدا ولكن كانت تجربة جيدة لي وسأكون دائما أنها مختلفة وكانت فائدة لي ولكن الشيء السيء أنها انتهت في وقت قليل ولكن كان وقت جيد لي وكان شيء إيجابي بالنسبة لي التواجد في تدريب المنتخب السوداني في هذه المهمة وقيادة المنتخب في البطولة العربية يباغ فيولود المدرب أجاكسيو الفرنسي والمديل الفني السابق لمنتخب السودان بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسة فقاراتنا لسه مستمرة مع حضراتكم اسمحوا لنا روح للفاصل ونجعلوكم بعد الفاصل مرة تانية في السادسة مصر والسودان مدير فني كابتن منتخب وأحد الصحفيين المتخصصين لما تعرف أنه عدد كبير من الدول العربية أساساً مداش صوته لمحمد صلاح ما تتكلمش أبداً بقى على فكرة عنصرية ولا أنه هو عشان لعب عربي ولا أنه هو عشان لعب مسلم كلام ده ملوشة اعتبارات خالص وكان من الأولى أن الدول العربية تدي أصواتها أساساً لمحمد صلاح وده اللي ما حصلش للأسف الشديد في دول عربية الأصوات التلاتة أساساً ما روحوش لمحمد صلاح ولا داعي لذكر أسماء خلونا رحب بضيفنا الأول في السادسة كابتن أحمد عادل مساقرة كابتن أحمد سنورس أحمد ومن ضمن الحلقات اللي أنا بستمتبعها مع حضراتك نسعد بك دايما على شاشة الأهلي عموما في السادسة بشكل خاص خليني الأول أبتدي معك من حفلة مبارح حفلة دابست أولا كان عندك تعقع أو تطلع أنه صلاح يحقق اللقب ولا كنت شايف أنه من المنطقي أنه يروح لحد من الاتنين التانية لبندافسكي أو مسي لا لو نتكلم عن المستوى الشخصية كنت أتمنى صلاح كنت أتمنى صلاح يمكن أن أخذ من كلام حضراتك الأخير لأنا كنت أتمنى يمكن زعلت جدا أن الدول العربية والدول الأفريقية مددت لصلاح مع أن لو هنتكلم في التصنيف في التصنيف ده يبقى مديرين فنين على مستوى العالم من جباليري على مستوى العالم من إعلمين على مستوى العالم مدربين على مستوى العالم يمكن صلاح اللي رايحني شوية أن صلاح المدريني فنين على مستوى العالم راح في المركز الثاني يعني تصنيف صلاح من ضمن الثلاثة اللي كانوا موجودين كانوا مدربين على مستوى العالم حطوا صلاح في المركز الثاني لكن أنا كمصري فخورين طبعاً بمحمد صلاح والإنجاز اللي وصل له كون أنه هو من أفضل ثلاثة في العالم يعني كون صلاح موجود في نفس الكدر مع لي وميسي أسطورة الأرجنتين واحد من أهم اللاعبين في تاريخ خرط القدم ومع رابرت ليفندفسكي واحد من المهاجمين لأفزاز الحقيقة اللي مقدمين على أقل خليني أقول المسلمين الأخيرين يعني هم مشواره كله الحقيقة محترم جداً سواء مع دورتموند في بداياته أو مع بيونيخ لكن كون صلاح موجود معهم ده إنجاز كبير جداً رونالدو طبعاً خد جائزة أفضل هدف في التاريخ وتوماس طوخل طبعاً مدرب الألماني مدرب تشيلسي اللي قدر يفوز ويحقق لقب الشامبينز ليج مع تشيلسي جيمين بعيد قوي خد لقب الأفضل على مستوى المديرين الفنيين عسوف معك وانتبع كمان أحسن هدف تم اختياره جائزة بوشكش لأحسن هدف أريك لاملة طبعاً نجم تاتنام الهدف اللي أحرزه في مرمى أرسنر على ما أتذكر طبعاً هو الكرة طبعاً زي ما حضراتكم شايفينها كده هنمشي معاكم وفريم فريم أو صورة صورة كدر كدر الكرة تحطت لأريك لاملة في منطقة الجزاء اتصلحت له هو أريك لاملة المرة 11 ده خدها بطريقة الربونة اتحطت في الزاوية أو في الناحية الشمال لحارس المرمى عشان يفوز بأفضل هدف اللي شايف الجون التالت للأهل في مرمى الزمالك في آخر مباراة جامعيتهم الأسست بتاع السلية الكرة بتاعت السلية لو كانت دخلت الجون لوبة على طول في أبو جمل يعني ما كانتش راحت لشريف وشريف حطاها كانت الكرة دخلت مباشرة نجون كان بقى جون السلية أحلى من جون هالك لاملة اللي فاس بجهزة ولا إيه؟ صح؟ السلية على طول هو بيلعبها السلية من زمانه حتى من هو في الإسماعيلي أنا عرف أن السلية بيلعبها وحتى في التمرينات وفي التأسيمات بيعملها كده على طول لكن مش صدفة يعني أنه يعمل أسست زادة في مباراة الزمالك لكن هو متمرن عليه على طول وبيعملها على طول أكيد السلية فرص صلاح في الـ يعني صلاح خليسي أسأل بشكل تاي صلاح محتاج إيه عشان يقدر يوصل لجهزة الأفضل في العالم من وجهة نظرك أكيد بيطوله مع المنتخب أكيد بيطوله مع المنتخب ودي بتاخد منه كثير يمكن بتاخد منه كثير يمكن بتأكل منه بتأكل من فرصه كثير وخصوصا بنشوف زي ميسر بس مهولي ماندفسكي ما قديرش يعمل حاجة مع بولندا بس مع بايرن واخد بس مع بايرن عامل طبعا مع وصلاح مع الليفر المكسر الدنيا بس أدي هنا الظلم هنا الظلم اللي أنا تكلمت فيه أن صلاح كان واخد تشامبيوز ليج قبل كده مع ليفر بول وما قديرش أنه يأخذها ولكن ميسي زي ما قلت لك ميسي السنة اللي فاتت خدها وبعد ما أخذ كوب أمريكا مع أرجنتين لكن كنت اللي أنا بتمنى أن صلاح يبقى بعد كده يقدر يعمل نتائج يبقى مع المنتخب ويحقق حاجات مع المنتخب تضيف له في الجواز اللي هو بيبقى موجود فيها لكن صلاح قيمة كبيرة أنا بشوف أنه أسطورة مصرية على أراضي أوروبية لكن أنا بشوف أن صلاح خد مصر في حتة تانية خلص بمستواب بأداءه بنتائجه بأهدافه قدر أنه يوصل رسالة لأن في مصر فيه لعيبة ولعيبة على قدر كبير من الاحترافية وأن يبقى فيه فرص أكبر للعيبة كتير تبقى في أوروبا إن شاء الله هو جي في الجيل الغلط ولا إيه لا ده موضوع ده كبير الموضوع ده كبير يعني لو هنتكلم فيه هو في جيل صعب جدا بعكس الأجيال اللي كانت مع كابتنا حسن شحاتك هو لو في الجيل بتاع كابتنا حسن شحاتك ونحن لما نقارن بين الجيل ده و جيل 2006 و 2008 و 2010 نبقى بنظلمهم لا هي كورة مصرية اتعرضت لزلم كبير جدا وخصوصاً تتأثر بها منتخب مصري يمكنني كنت أتكلم في الموضوع ده لو هتركز ده أحمد الجيل بتاع محمد صلاح هو موليد كام تسعين تلاتة وتسعين أو واحد وتسعين لكن الجيل بتاع كابتنا حسن شحاتك كان موليد ثمانين وتسعة وسبعين مع بعض اللعب الكبيرة اللي هم أحمد حسن بعد 2011 عندك جيلين كان لازم بيوجودين في منتخب مصر لحد 2017 هنا ست سنين كان لازم بيوجودين في منتخب مصر أنهما عندك منتخب قوي لكن كورة مصرية كتنتأثرة ربما صورة 2011 وما بعدها لكن كانت نتائج أكبر وكنت بطلع أتكلم مع حضركك هنا هو نتائج مميزة جدا مع مستر كوبر مع مستر كوبر يمكن كانت مصر كلها بتعرض كمستر كوبر في أداءه إن أداءه دفاعي بحت لكن الرجل كان بيحقق النتائج بيوصل في 2017 بس أنت تفتكي المصريين عايزين النتائج بس ولا أنت بتقول أنه علينا في ظل إمكانيات الجيل الحالي ملعبين أن نكتفي بالنتائج فقط هو ده اللي هتكلم عليه مع مستر كروش المقارنة بين مستر كوبر هو اشتغل على قد إمكانيات اللعيبة اللي معاه كله كان بيقول لك إلعب على صلاح إلعب كورة أيام مستر كوبر صح إلعب لصلاح إلعب لصلاح هيا كان إمكانياته كان بيقدر يدفع كويس ويقفل كويس وهنا كان المنتخب عنده شخصية وعنده هوية دي اللي مش موجودة دلوقتي شخصية المنتخب كانت شخصية دفاعية أو الشخصية هجومية هو هو عامل شخصية عنده شخصية دفاعية بيقدر يعمل كونتر أتاك كويس بيستغل إمكانيات اللعبات اللعبات اللي عنده سواء كانت ريزي جي مع مستر كوبر أو مع صلاح أو مع بعض اللعبات تانية أو مع عبدالله سعيد لما كان في حالته كان بيقدر فيه شكل منتخب مصر لكن دلوقتي المشكلة إن مستر كيروش لو عمل الطبيعي لو عمل العادي إن كل واحد بيلعب في مركزه النتائجة هتبقى أفضل من كده الشكل هيبقى أفضل من كده ده الفرق من مستر كوبر إنه هو اشتغل على إمكانيات اللعبة معاه بإمكانيات الجيل الحالي في مصر إنه هو في 2017 يوصل نهاية أفريقيا بعد ما كنا عادنا ثلاث دورات ما بيوصلش أفريقيا أساسا في التصفيات لكن كانت نتيجة إيجابية مع الوصول بعد 28 سنة الكاس عالم بجيل على ما أعتقد إنه هو كان نواية حقيقية المنتخب مصر لكن جي بعد 2017 لحد وقتنا هذا كل أي مدرب كان بيجي يجيب لعبة جديدة ومش مستقرين على مدير فني سواء انتحد الكورونا ما بيعين مدير فني مش مستقرين على مدير فني بيقعد فترة وبعد كده بيمشي مع إخفاق في كاس أفريقيا اللي كان موجوده في مصر فده إدى ربكة شوية المنتخب طول السنين اللي فاتت أفهم من كلامك كده إنه كيروش مظلوم كيروش لي وعليه يعني لي وعليه بص أنا بصد أسوال أحمد أنا مش عايز أصدر أحباط لمنتخب أنا ضد الناس اللي كان بتكلم الفترة الأخيرة تصدير الأحباط للمنتخب تصدير الأحباط للمدير الفني لكن مش هنقول مظلوم هو لي وعليه هو لي إنه هو ها هاول حضر هاول حضر لي أن إن طلع لعيبة أو عمل لعيبة إنها تبقى موجودة في منتخب مصر ده بيسهل على أي مدير فني في البطولة العربية أحمد رفعت قده بشكل جيد عمر كمال قده بشكل جيد ما أنا هولله حضرك أنا عمر كمال تم موجود وبيلعب تمام أحمد رفعت أحمد رفعت ولا تريزيجي بص أنا من الناس اللعيب كويس جدا 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 وخام بشكل جيد بشكل جيد بس لسه رجع من إصابة تمام أنا معي أسألك إنت أخطرت رفعت على أساس إيه ولعيب أساسي في نيجيريا على أساس إيه واستبعد لعيب زي أحمد رفعت على أساس إيه برده ما أنا أقول أقول حضرك الرجل عالي إيه عالي إنه هو شخصية برتغالية عنادي وما بيسمعش للناس اللعين معاه دي دي حاجات دي صفة في المدربين برتغاليين بس مع فيه واحد بيعاند على حساب مصلحته وأنا بشوف المستر كيروش بيعاند على حساب المصلحة لكن في بعض اللعيبة لازم يستدعيها المنتخب وما أخدههش في المنتخب لظروف ما محدش يطلع قولي فنية يعني محدش يطلع للمنتخب بصفة شخصية مش فنية تمام لكن أنا بقول لحضرك من المميزات لو رجل عملها إنه هو حسين فصل كان موجود في المنتخب هنا هنا جرأة المدرب إن أنا هستدعي لعيبة من مصر مع لو هنو هتذكر فترة كابتن حسان بدري كان بتختار لعيبها 20 أو 25 لعيب لكن دلوقتي أنت عندك قعدة 40 أو 45 لعيب حتى لو مستر كيروش مشي لا أنت عندك وجوه جديدة بيتموجودة في المنتخب تقدر أنا كجمهور أقول لك حاجة كابتن أحمد أنا عملت إيه بأنك انتوا استعت قاعدة الاختيار في النهاية بالنسباني النتيجة اللي أنا حسبك عليها كجمهور هو إيه الشغل اللي أنت عملته واللي ظهر به المنتخب تحت خياتتك أنا مع كامل احترام شايف أنه زيت زي عبيد شايف أنه على أقل كنه وفرنا 120 ألف ولا 130 ألف لأننا لم أرى حاجة مع كامل احترام من السيفي بتاع كيروش يعني عمل مع المن يعني يعني العرضين اللي عملناهم مع نيجيريا ومع غينيا بساو أي مدير فني مش أقول لك أسماء يعني نسبة النهاردة الجمهور كرة بيكلم في أسماء تمسك تتولى مسؤولية المنتخب لكن أنا شايف أن أي مدير فني مصري لو مسك المنتخب كم يمكن يعمل عروض أحسن من عملها مع كالوس كيروش ما هو هذا اللي هتأخذ عليه فيه إن هو لو عمل الطبيعي لأن أي مدير فني مصري هيمسك هيلعب ترسجي هوفليفت طبيعي لكن الرجل بيلعبه تحت الفروت هنا هو مصعبة على نفسه جدا هنا مصعبة على نفسه جدا أنا أتكلم حضرك فيه مميزات استفدنا منه بيها ولكن في عيوب مش هتحقق معنا تايج حتة التوظيف ودي لازم عند المدير الفني حتة التوظيف اللعيبة مع استغلال إمكانيات بعض اللعيب رمضان لازم يبقى لي دور أفشا كان لازم يبقى لازم يبقى لي دور طريق حامد كان لازم يبقى في المنتخب هذه حاجات هتضيف للمنتخب لكن لو عمل الطبيعي عادي أن تريزيجية سيلعب هافليفت قفشا يلعب عشرة عبدالله السعيد سيلعب عشرة صلاح ناحية اليمين سيلعب فروت صريح مصطفى محمد لكن لا تجيش تلعب محمد شريف طرف وتيجي تحسب فنيا لكن هو شريف دايما متعاود بلعب رقم 9 فروت صريح لكن لا تجيش هنا تلعب طرف أو لعب مش في مركز وتيجي تحسب فنيا تقول ما قداش الدور اللي علي هادي مشكلة مستر كونشا عايز أكلمك على مصر السودان ويهمني كمان أسمع رأيك سريعا في تجربة شباب الأهلي في بطولة كاسر رابطة بس تسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمين النهاردة كابتن أحمد عدل كاسر رابطة من حيث الفكرة الحقيقة جات في توقيتها جدا 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 أعتقد أنه كل الأندية اللي بتشارك فيها بصرف النظر عن فكرة المنافسة وتحقيق اللقب من عدم ويعني أنا بشوف فرصة الأندية الكبيرة زي الأهلي مثلا الأهلي الحقيقة قدم كم من الأسماء الجديدة من الشباب أعتقد هو يمكن أكتر نادي استفاد من حيث تقديم الشباب أو أن شباب الفرقة تاخد فرصة في بطولة رسمية وفي مطشات رسمية وتلعب مطشات في منطقة القوة الأول كان مع الجونة والتاني كان مع الإسماعيلي والتالت إن شاء الله جاي مع المقاولين فأعتقد أنها مكاسب بالجملة رأيك في التجربة رأيك في المطشين إجمالا يعني مش عايز مع كل مطش على حدة بس يعني المطشين الجونة والإسماعيلي ومين لفت نظر كابتن أحمد عدل من شباب الأهلي هو أكيد زي محضرك بتقول لها مكاسب لها مكاسب على شكين شك الناشئين وشك اللعيبة المصابقة أو اللعيبة البعيدة أنها ترجع تاني تبقى موجودة في القوام الأساسي لنادي الأهلي بحيث أن يبقى خير تجهيز لبطولة الدول أو للي جاي لكن في بعض اللعيبات تتمازد بشكل كبير جدا وخصوصا في إمبارات الإسماعيلي وعلى رأسهم طبعا مصطفى شبير مصطفى شبير يمكن أنقذ أكتر من فرصة وخصوصا لما تشوف مصطفى لما فرحتي به ما شفته وتفرجت عليه ما تحسش أنه هو جون التالت لنادي الأهلي تحس أنه هو جون بيلعب باله كثير مش موجود على الدكة زي ما بنشوف لكن تحس أنه هو جون الأول كان رجله في الملعب رجله في الملعب وده بيطمن حرص المرمى لنادي الأهلي لكن مع تقلق برضو زياد طارق الجناح اليمين لنادي الأهلي الأشوال مبشر للولد لعب كواس جدا وعلى أحمد غريب برضو اللي هو أحرز الهدف في المباراة الأخيرة ضد الإسماعيلي برضو الروح زي ما كتبوا كده على السوشيال ميديا صفحات الأهلوية قالك روح فانيل الحمرة تتورسها الأجيال يعني جيل صغير طالع لسه بيلعب قدام فريق كبير زي الإسماعيلي بكل نجومه قوته الضربة موجودة ورغم كده تحس أن الولد يعني حتى تصريح في عارض تصريح لمغربي برضو ثقافة الفوز برضو رحمد هنا أكلمك على اللي يعيش داخل نادي الأهل اللي يعيش داخل نادي الأهلي اللي يتربى في ناشئي نادي الأهلي خصوصا أنا لعبت ثلاث سنين في ناشئي نادي الأهلي هم بربونا ومنو أننا صغيرين على أنت بتلعب على الأول أنت بتلعب على المكسر أنت التعادل زي الخسارة أنت التاني زي الأخير هنا الروح والقلب ما تستغربهاش على لعيبة صغيرة لداخل نادي الأهلي اللعيبة دي مش لعيبة صغيرة اللعيبة لو 16-17 سنة أنت تلعب درجة أولى لكن مع النادي الأهلي هي واجه صعوبة لأن اللعيب اللي بلعب في الفرستين بيبقى لعيب نجم نمر واحد في حتاته لكن دي أنا بشوف أنه خير بطولة أنه توري اللعيبة دي أو التسويق للعيبة حتى لو النادي الأهلي عايز يطلع بعد اللعيبة أعراض زي ما حصل قبل كده مع أكرم توفيه مع أحمد ياسر رايان يلعب سنة سنتين بره وممكن يرجع على النادي الأهلي تاني زي ما شفنا أيمن أشرف كان بره ورجع تاني أحمد حمدي برضو لكن دي دي بتبقى بطولة أنا بشوف أنه هي مهمة أنه تجاهز بعض اللعيبة اللي بعيد عن المباريات أو اللعيبة اللي لسه رجع من الإنصابة زائد أن فيه لعيبة ناشئين مميزين في قطاع الناشئين داخل نادي الأهلي وفي قطاعات الناشئين بشكل عام كل الفرق وده يعني بيرجع للتخطيط اللي بموجود داخل نادي الأهلي بحيث قطاع الناشئين بالربط مع الدرجة الأولى فدي حاجة ما يميز داخل نادي الأهلي حيث التخطيط أن أنت بيزهر اللعب أو اثنين أو ثلاثة وتبر يقدروا يبقى وضافة للفريق الأول أو حتى اللعيبة دي تطلع أعارات وترجع النادي الأهلي تاني يكتسب خبرات فأكيد بطولة مهمة للنادي الأهلي وأكيد لكل نديد مصر بيننا رين يعني إحنا كجمهور عندنا حسابات مرتبطة بإيه مرتبطة بإنه الفريق قوام الأساسي موجود في بطولة أفريقيا يعني مع منتخب مصر ومع منتخب المغرب مع تونس مع مالي دي العناصر تقريباً الأساسية وبالتالي البطولة دي بالنسبة لنا عايزين نجاهز فيها اللي كان بعيد زي ما أنت بتقول جدا الحمد للأول مرة القايمة خالية من الإصابات أكلم على الأسماء اللعيبة اللي موجودة حالياً في القاهرة يعني كله الحمد للأول موجود وأغلبهم اتمرارون النهاردة فاضل ميكسوني هيرجع بكرا إن شاء الله بإذن الله يتعامل له برضو عين عشان تتأكد سلبيتها ويبقى موجود وجاهز مطش المقولين والمطشاط اللي بعدها ويبقى لما نوصل لكاس العالم شايف أنها فرصة أكتر نبتدي ندخل اللعيبة الكبيرة ونجهزها لمطشاط كاس العالم ولا شايف أنها أنك انت في ظل طبعاً ابتعاد بدر بنون ابتعاد أكرم توفيق مطلوب منك تحفظ على اللي موجود عشان تبقى عندك سكواد محترم تروح بها كاس العالم هو هنا لازم تدخل تكمل يعني البطولة بالشباب زي ما احنا شفنا المطشين الأولانيين لا طبعاً أنا بشوف أنه مهم جداً أن بعض اللعيبة من الكوام الأساسي النادي الأهلي أنه يخش في المباركات اللي جاية أن اللعيبة هتلاقي نتيجة أفضل من كده هتلاقي مكسب هتلاقي أن اللعيبة الصغيرة هتظهرت بمستوى أحسن لكن هنا صعب على أي فرقة تلعب بالكوام كله لعيبة صغيرة أو تلعب بالكوام كله لعيبة لسه رجع من إصابة رجلها مش في الملعب الأداء الجماعة هتأثر لكن مهم جداً أن في كل خط على أقل أن يبقى فيه لعيب خبرة عندك في خط الدفاع لازم يبقى فيه لعيب خبرة عندك خط الدفندر أو وسطة الملعب لازم يبقى فيه لعيب خبرة خط الأمامي لازم يبقى فيه لعيب خبرة هنا بتكلم في 3 أو 4 لعيبة حتى من الكوام الأساسي مش هيأثر معاك على قد ما هو هيضيف للفريق فنياً هيضيف للعيبة الناشئين أنها تظهر بمستوى أفضل من كده هيساعد اللعبة اللي لسه رجع من إصابة أنها تبقى مستوى أحسن وخصوصاً هنا مهم جداً على مستر مسماني أن يحط حد يتحكم في رتم اللعب لأن هنا عندك اللي كان يتحكم في رتم اللعب أفشا كان موجود بيقدي بصورة جيدة مع مد الأهلي وهو اللي يتحكم في رتم اللعب النادي الأهلي صغيرة أو لسه لعيبة رجع من الإصابة في بعض الخبرات تشيل معهم شوية الأداء الفني هيبقى أحسن النتيجة هتبقى أفضل الأداء الجماعي هيبقى أحسن مع وجود قائد داخل الملعب ده هيفيد للفريق وبشكل عام في الحتة الفنية عايز ألك على حتة الباكة اليمين كنت أتكلم فيها في بداية الحلقة النهاردة نص طبعاً نتمنى مرة تانية السلامة الأكرم دافي بس الناس كانت شايفة أكرم موصل لفورما عالية جداً 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 وكان مطاب منهم قوي في الحتة دي وخصوصاً أنه في كاس العالم مطلوب النواحي الدفاعية مع فرق يعني برضو يعني مونتري المكسيكي بالمراسي البرازيلي تشيلسي الانجليزي لو وصلت لهم يعني هتبقى فرق يعني ضغط عليك خطيرة من ناحية الهجومات فبالتالي أنت محتاج دايماً تبقى مقام من نفسك وراه أكرم كان بيعمل ده بشكل كويس هاني عمل ده في كاس العالم اللي فات بشكل ولا أرواع وخصوصاً مطش بار ميونيخ المطش الأتقل يعني كان بيلعب على واحد من أجمد البكات في العالم كله وأجمد الأجنحة كومن والفونسو ديفيز وعمل البطولة هايلة بس هاني برضو بقاله فترة بعيد كريم ما خدش كتير كريم فؤاد خامة مبشر أنا الولد ده يعني شايف كرته بصراحة يعني هايلة الحقيقة لو خد ووصل فورما عالية هيبقى مميز جداً عمر من الأسماء المقترحة حسين الشحات وانت كنت بكلمني قبل أن أبتدي الحوار أنه حسين دايماً كان بيجيت في الحتة دي مين الأقرب من وجهة نظرك كباكي مين في كاس العالم مش بكلم كاس الرابط بالتأكيد يعني مفترض أنه لو هو ده الاسم اللي حطت عليه مثل المسلمان يعينه يبتدي يحطه في المركز ده ويجربه ويجهزه المركز ده في مطشات كاس الرابط خلينا نتفع أسو أحمد أنت ممكن تحط أي حد يلعب وكانت ما يميز بها الفترة اللي أنا كنت موجود فيها داخلنا دي الأهل أنه كنا كنا أربعة نحة نمين أو خمسة نحة نمين كان أي حد يلعب بقدر يؤدي بالصورة حتى لو فيه غيابات للإصابة ففيه ثلاثة عندك تانيين كان مهم جداً عمر مستر المسلماني لفترة الأخيرة هو يدفع بأكتر من اللعيب في أكتر من مركز لكن الرجل على طول كان بلعب عن نتيجة وعاز يحقق النتيجة عاز يحقق المكسب مع ضغط المباريات هو ما قدرش يوسع قاعدة المشاركة بالنسبة لكل اللعيب لكن جما كنت أتكلم مع حدرك قبل الفاصل هو من أحسن الناس وأفضل الناس اللي قدي في المركز ذو حسين الشحات حسين الشحات أنت تخطب الأسماء دول في ترتيب الأول حسين الشحات أنا بشوف أن لو فترة كافية أن كريم فؤاد يحط رجل ويبقى موجود في كل المباريات ويبقى الرجل عنده الثقة فيه يقدر يأخذ في المركز ذو مع وجود محمد هاني طبعا أكيد كما يقول لحضرات كلما يبقى لعب وثنين وثلاثة في المركز لكن لو الرجل عايز يهاجم من ناحية دي أو أنه عايز يلعب على الكنتر أتاك هو حسين أفضل لأن حسين يأتي من تحت كويس وده يمكن عشان مكاني شوية يأتي غير مراقب غير مراقب من حتة الدفاعية للحتة الهجومية ومحمد بركات فأقلم البساط بيقدر أن يأتي نصف ملعب الثاني فهذا أفضل لو في حتة لو الرجل عايز يهاجم من ناحية اليمين أو عايز يدي حلول هجومية من ناحية اليمين الأفضل حسين الشحات هو اللي يلعب وخصوصا كان يقدر في المقصة وكان يحرز أهداف لكن الحسين برضو مش عارف أنا ما تفرقش عليه بكي لو هتلعب ثلاثة أربعة ثلاثة حسين يلعبها يلعبها لأن حسين برضو عنده تدادات سريعة ولو لعبت أربعة وراءه ولو لعبت أربعة ممكن تلعب كريم فؤاد بس تعوده على الطريقة لكن أنا بشوف أن مستر موسماني هو خلاص ارتح للطريقة دي ثلاثة أربعة ثلاثة والناس تتوقع هلعب بها في كأس العالم أتوقع بها بس مع تأمين دفاع شوية مع كريم فؤاد لو قدر أنه يأخذ البطولة دي كلها أتمنى أنه يبقى موجود الفترة اللي جاي إن شاء الله البكين تحديدا المركزين دول تحديدا اليمين والشمال في عندنا مشكلة فيه مش عايز أقول أزمة بس يعني في عندنا مشكلة في مصر يعني أنت المتبوص منتخب وطني النهاردة نمرة واحد ونمرة اثنين أكرم وعمر كمال الاتنين أساسا مش مركزه يعني يعني أكرم أساسا هوف ديفندر وعمر كمال أساسا مركزه اللي احنا عرف اللي هو يعني تواهك فيه بنحلي مين النهاردة بشوف يعني إعادة توظيف لاتنين مش مركزهم عشان يكونوا نمرة واحد ونمرة اثنين في المركز ده في مصر ناحية الشمال برضو نفس الحكاية يعني أنت لما غاب فتوح لجأت الأيمن أشرف وأيمن أشرف كان بلعبها زمان بس هو مركزه الأساسي سبك فهل المركزين دول شاف فيه عندنا مشكلة فيهم مش على الأهلي مش مكام على الأهلي مستوى مصر أكيد دي زي ما قلت لحضرات كده في أول الحلقة إن الكرة المصرية كان بتعاني كان بتعاني إن انت ما قدرتش إن انت تتحضر جيل ودي من ضمن المركز اللي اتأثرت إن انت من بعد أحمد فتحي مفيش حد إن انت من بعد عبدالشافي كواف مع المنتخب أو سيد معوض مفيش حد ولو هنشوف على الست سبع سنين أو العشر سنين اللي فاتوا انت كنت بتعاني بتعاني في طرفين الملعب لكن هذه المعاناة الكرة المصرية واجهتها لكن زي ما قلت حضر هتضطر تلجأ لحلول إن أكرم هو أصلا دي بندر فهتلعب بك رايد فيعدي كويس فتقدر تعتمد عليه لكن أكرم اللي كان بيميزه إنه مع الحتة الهجومية بقى شغال في حتة الهجومية كويس يتطور أداءه الهجومي بشكل كويس دلوقتي بترجى لعمر كمال وعمر كمال أصلا بيلعب مع مصري طرفي مين وطرفي شمال لأنه عند حتة السرعات ففي نفس الوقت انت استخدمته كباك رايد وقدر يقدي فيها مبارات غينية الأخيرة قدر يقدي فيها بشكل كويس وقدر يعمل أكتر من كرة عرضية والقوة البدنية دول أكتر مركزين محتاجين قوة بدنية عن أي مركز في المرعب حتة الطرفين الملعب طرفي المين أو الشمال قوة ولياقة رجل شغال على الخط رايح جاي قوة ولياقة وبيبقى مطالب في بعض الوقت الحتة التغطير العكسية فدي دي مهمة جدا لكن أنا بشوف إنه المعاناة معاناة على الكرة مصري بشكل عام من بعد وانت بتتبع الدوري أو انت بتتبع كسر ربطة عينك على خامات مباشرة شايف الحتتين دول باكيمين وباكشمال ناس ممكن يعني تتران عليهم انت في المستقبل لا أنا بشوف كريم فؤاد يعني كريم فؤاد مع عودة هاني ده اللي أنا بتمنيه أنا بكلمة على الكرة المصري عموما يعني جباسم الأهلي شايف في كل أندية الدولي الممتاز في خامات ممكن تقول عليها أسماء جاية ممكن مع الوقت مش هادر أقول في طرفين الملعب لكن في بعض اللعبة تتميز في ااتحاد في خلد الغندور يعني خلد الغندور من دمن أميز اللعيبة التي كانت تتميز مع نادي الاتحاد ويمكن ممكن أن تكلم مع كابن حسام حسن قريب أنه كان لازم يوجود في المنتخب يقادي ثلاثة أربع سنين من شكل جيد تلك من دمن اللعيبة المتميز مع الاتحاد أن هناك يا أحمد عادل ميسي وأبدا قد بارضو موجود في نادي الاتحاد وهي أكثر من اللعيبة لا هم الحقيقة الاتنين وذات خالد الغندور خالد الغندور واللا بيقدي بشكل جاي يعني على أقل فيه أسماء كتير انضمت يمكن الناس كتير مش فهمة المعايير اللي على أساسها انضمت للمنتخب مش تقليل منهم والله بس يعني يا جماعة ده منتخبنا من حقنا نبقى غيرانين عليه وبالتأكيد احنا نفسنا دايما أفضل العناصر تكون موجودة فيه وعلى حد في الاتحاد بقى انه يتكلم مع مستر كيروش انه يتخلى عن عناده لانه فيه على أقل خمس ستة أسماء لازم تكون موجودة مع المنتخب في المرحلة الأخيرة بصرف النظر عن نتيجة حتى لو كسب يعني حتى لو كسب بطولة أمم أفريقيا يعني ده مش مقياس اللي احنا رايحين له صعب ومحتاجين بجد بصرف النظر عن قناعاته وعن طريقة لعب واللي بفكر فيها انه يفكر في الأسماء دي لانها بالتأكيد هتفيد المنتخب طيب بما انه الكلام جابنا مطش المقاولين بسرعة كده شايفوا ازاي وكسر ربطة عموا ونتايجها شايفها ازاي انا مشوف اغلب المطشاط يعني بالنسبة لي انا مطشاط كتيرة نتايجها يعني ما كانتش متوقعة ومفاجأة يعني مفاجأة النهاردة طبعا نتشوف فاركو بيكسب الزمالك اثنين انا كنت مفاجأة بالنسبة لي كنت اتمنى الاهلي حقال مكسب مع الجونة او مع الاسماعيلي لكن انا بشوف ان مكسب اكتر من حت التعييه نتيجة وده واضح على مستر مسماني انه هو بيدفع باكتر ملعب زي ما اتكلمنا ده ما يميز كسر ربطة لكن اتمنى ان المباراة اللي جاية بقى فيه اكتر ملعب خبرات داخل تيم النادي الاهلي انه هو يقدر زي ما قلت حضرك يساعد المجموعة الموجودة سواء الشباب او لسه راجع من اصابة انه يبقى فيه اربعة وخمسة من القوام الاساسي اللي موجودين في الحداشر في الملعب وده اللي انا بتمنى يمكن ما كسبها كتير اكيد هتعود بالفايدة على النادي الاهلي نتجهز بعض اللعيبة للكاس العامل الانديا ان شاء الله نقدر نحق فيه نتيجة ايجابية نتمنى ان نبقى في النهاية مع تشيلسي ان شاء الله نتمنى طبعا ده اقصى الطموح يعني الاهلوية لو روحنا الابعد من كده كمان يبقى خير وبرج اروح معك لبطولة امم افريقيا شايف البطولة ازاي؟ هل شايفها بطولة قوية زي متعودنا دايما في بطولة امم افريقيا مين للمنتخبات اللي لفتت نظرك مين مرشح لتحقيق اللقب من وجهة نظرك كابتن احمد عبد انا بشوف يمكن تحقيق اللقب انا بشوف انه هيخرج برا الفرق الكبير شايف ان فيه مفاجأة مين حسان هي السود دقب المناسبة؟ مالي من ضمن الفرق اللي بتأدي بشكل جيد جدا بتعمل مباريات كبيرة جدا لكن بشوف اخفاق للمنتخبات الكبيرة جزاير بعض المنتخبات الغانا بتتعالي جزاير غانا تونس كل دول بيعانوا انا بشوف النيجيريا كانت برضو بعيد بس بتحقيق نتائج اجابية لكن انا بشوف ان البطولة مش هتخرج النيجيريا مابلتش حد يعني مع كامل احترام لمنتخب مصر احنا ديناهم فرصة يلعبوا جيم علينا كبير ويظهروا بشخصية المنتخب القوي المرشح لكن مشكلة عندنا احنا مش عندهم على طول المشاكل لو انا بقدي باحسن صورة وبحط احسن تشكيل كمدير فني او بخلاص اللعبة تلع كلها راضية عن نفسها والنتيجة بتاعت ربنا في الاول في الاخر لكن لما بتقصير من عندك تقصير في التشكيل تقصير حتى في استدعاء اللعبة في التوظيف بداخل الملعب ده اللي بيزعلنا كلنا كجماهير مصرية وخصوصا دي بقى كل مصر بتفهم في الكورة وبتتفرج على كورة وتفهم مين فين ودا يلعب فين ودا ينزل امتى فالنا بتمنى الرجل عارف الناس فهم ايه وبيعمل عكس ده عارف تحس انه يعني انا قاري انتوا عايزين ايه طب انا هخيركم معايا طب انتوا كلكم اتفئين على ده طب انا عملكم حاجة مفاجئة بس فتمنى ان الشكل يبقى افضل من كده لان احنا بنحب الكورة الحلوة يعني احنا كشعب مصري نتيجة اوه في الاوه في الاخر ده حاجة مهمة بشكل كبير جدا لكن الافضل لطموحاتنا افضل ان احنا نحقق الكاس افريقيا والوصول الكاس عالم بس بشكل افضل من كده وبطريقة افضل من كده ومن زي ما قلت لحضرتك ان يبقى فيه قاعدة كبيرة لمنتخب مصر اي مدير فني يبقى موجود يقدر يختار منها فدي بتسهل على اي مدير فني لما بيجي بعد كده بتبقى الامور اريح غير لما بتختار من 20 او 25 لعب على مستوى مصر من نجم المنتخب غاتل اللحظة دي في بطولة افريقيا من وجهة نظرك او يعني مش نجمح ممكن نقول اسماء لفتت نظر او قدمت مستوى كويس من وجهة نظر بصرف النظر عن مستوى المنتخب يعني لعبة دي اجادت وتستحق الاشادة بمستوى انا اديها السولية السولية يمكن انا كنت السولية اللي انا كنت يعني حمدت ربنا انه المبارة الاخيرة كامل 90 ديئة بعد الاصابة اللي جات له ما كنتش متوقع انه يكمل 90 ديئة الحمد لله قدى بشكل جيد وقدر انه يعمل الاسستة لصلاح لكن على بغض النظر عن اسستة اداءه على مدار 90 ديئة هجميا ودفاعيا الخبرات اللي اكتسبها مع المنتخب بتقيله بتقيل السولية دي انا بشوف ان السولية من اميز الناس اللي قدت مع المنتخب الفترة الاخيرة تقريمك لعمر كمال في مركزك باكي مين مع المنتخب الوطن لو في حاجة افضل من 10 او 10 ديئة يعني عمل اللي عليه علامة الكاملة في اداءه دفاعيان وهجومية يمكن ده راجع لعمر انا عرفه كويس كان من اللاعب معي في تحات الشرطة وهو الابن اللي كابتن كمال عبدالواحد المعد البدني بتاع منتخب الوليمبي وده كان كابتن كمال عبدالواحد لا فمأسسه فعلا بدنيان كويس وعمر اداءه بيتطور بشكل كبير جدا سواء على مستوى الدفاعي والهجومي والمباراة الاخيرة ادى بشكل جدا اتمنى انه هو رس ربنا احفظه من الاصابات ويقدر يضيف للمنتخب الفترة اللي جاي ان شاء الله ماتش السودان انا شايفه ماتش سهل على فكرة يعني اتكلمني عن الحوافز اللي عند السودان رغبتهم في انه يتأهلوا على حساب المنتخب الوطني لكن انا شايف الفارق كبيرة جدا منتخب انت لسه مقابله في بطولة العرب بدون عدد كبير من اللعيبة الاساسية عندك واللعيبة المهمة لو يعني انت اهمهم صلاح لازم احط مرموش هحط تريزي جي برضو حتى لو مش مش في قمة مستوى هحط النني برضو حتى لو مش مدي المنتخب حقه حمدي فتحي بس حمدي فتحي كان بيلعب معا يعني في البطولة العربية انا اوصد اقول اسماع اللي اضفت على المنتخب بعد البطولة العربية الفوارق كبيرة جدا والطبيعي ان المباراة دي لو مش مصر والسودان هي المباراة السهلة ايه اللي ممكن بالنسباني في بطولة افريقيا يكون مباراة سهلة شايفها كده ولا شايف او مع الاراق اللي بتقول لا مباراة صعبة وليها حسابات تانية خالص لا انا شايفها مباراة يعني في حد ذاتها لازم نحترم الخصم اكيد بفيش شكل لازم نحترم الخصم ودائل لازم يوصل لعي يعني مرشح اول البطولة حامل اللقب في مواجهة منتهب مش مصنف وفي النهاية لازم يساوي كسبة الجزائر وهددت تواجدها اساسا في البطولة متفقين على ده هو ده اللي انا بتكلم فيه اوصد احمد ان انت لازم تحترم الخصم بشكل كبير لازم تديله حقه لازم تلعب بحرص جديد جدا مع انا بشوف الصعوبة اللي احنا هنواجهها من نحن يعني من نحن كمدير فني وكلعيبة مش على قدم الخصم لازم يعني نلعب بتشكيل افضل من كده وكل واحد يبقى في مركزه قل بلك انت عندك ثلاث غيابات مؤسلة اكرم اكرم والوينش وفتوح ها هيلعب ايمن ايمن مكان فتوح هيلعب على معتقد محمد عبد المنعم ممكن يبقى وخصوصا عبد المنعم بيقدي بشكل كويس بشكل جيد عمر كمال برضو بيقدي بشكل جيد مع وجود السلية وانني في نص الملعب مش كده انت عندك في خط الظهر لا يحتمل اصابة وايقاف حد غير محمد عبد المنعم لا يعني انت لو حصل اي حاجة في خط الظهر عندك لقدر الاربع اصبع اللي انت قلتوهم هتخش في حزبة برما ما هنا ده اللي احنا كنا منتكلم فيه في الاول ان انت لازم تختار الاختيار بتاعك لازم بحاطة البلان بتاعك من قبل البطولة انت هتلعب ازاي هتشتغل ازاي تعرف منتخب تونس النهاردة سبع كورونا سبع كورونا لكن المهم هنا المدير فاني يبقى عامل حسابه يبقى عامل حسابه بشكل كويس الاصداعات او اللعيبة اللي معاك او القوامل اللي معاك بتختار سواء على مستوى الدفاع او في نص الملعب كم اكبر من اللعيبة لو انت بتأمن دفاعين هتختار يعني في حتة الدفاع اللعيبة اكتر شوية لكن هنا برؤية الراجل مختلف عننا خالص زي ما حضرك قلت هتواجه السعوبة حتى لو حد هحصل له اي حاجة في خط الدفاع فلا ببعد اللعيبة اللي اتمنى اللي هي اضيفت بعد الكسل العرب البطولة العربية ان شاء الله يقدروا يحقوا نتيجة إيجابية طبعا على سم مصطفى محمد صلاح انني مرموش طيب احنا قلنا شناوي ومعنا حجازي وعبد المنعم واليمين عمر كمال والشمال العيمان أشرف خط النص عايزة اسمع رأيك فيه هنا بردو حسب من الراجل هلأ وعيلعب ثلاثة علعب حمدي و سيبك من الراجل وشان الراجل ملوش حسابات ملوش توقعات ملوش إليات انت شايف مين الانسة في مطش السودان مطش السودان انت عايز منه ايه؟ عايز تكسب وتاخد ثلاثة بومت ولا عايز تقدم عرضه وسكور وتقول انا بقى انا جاي نافس على البطولة ولا عايز ايه؟ هو انا في زحيرة؟ وعايز تتعادل وتأمن نفسك؟ لا لا انت لازم تهاجم لازم تلعب اربعة اثنين ثلاثة واحد اربعة اثنين ثلاثة واحد طبعا الاثنين اللي في نص الملعب مين افضل دويتو؟ ممكن تلعب ممكن اروح اربعة اثنين ثلاثة واحد انا عايز لعب زيزو اريس تلعب زيزو اه ممكن نلعب النني عايز تبدي بزيزو ثلاثة في نص الملعب ويلعب صلاح ومرموش ومصطفى صلاح ومرموش ومصطفى او لو مش عايز ألعب مرموش انا ممكن ألعب رمضان يعني ادي رمضان ياخد بداية؟ لكن لو ألعب أربعة وثنين ثلاثة واحد ممكن أن أذهب للنني والثلية النني والثلية ليس الثلية وحمدي هادي النني هو أفضل يلعبه بس هو الرجل هيلعب النني أنت رأيك في مستوى النني في البطولة إيه؟ كم على عشر؟ لا لا ستة سبعة ستة سبعة بس مهم يبقى موجود مع المنتخب مهم يبقى موجود نروح للأبعد من كده شوية وإن شاء الله بإذن الله نتمنى كده يعني أنه تأهلنا لدور الستاشر يكون محسوم يعني ما أعتقدش أننا في حمل صدمة أو مفاجأة للكده فنتمنى إن شاء الله المنتخب المصري يكون قادر بكرة أنا في ظن أنه الهدف مش أن نحن نكسب إن شاء الله المكسب بإذن الله إن شاء الله يكون من نصبنا ويكون مضمون لكن أنا رأي أنه بكرة فرصة قدامنا كويسة قوي حقائية عن قدرات المنتخب الوطني فأقدر نروح لبايد مجموعة الخامسة ملخبطة شويتين كنا وإحنا بنتدي البطولة بنتكلم أنا والزوم على يعني كنا بنقول الجزائر ولا كودفور كودفور ولا الجزائر مين أول ومين تاني ففجئنا بمجموعة يعني ملخبطة الجزائر في قاع المجموعة وتسعين في المية ممكن لو تعادلت مع كودفور تصيف بدري بدري فجئنا بغينيا بيساو بتكسب الجزائر فجئنا منتخب سيريليون في المنطقة القوة وكودفور طبعا مهما كان مستويها هي طبعا متصدرة لمجموعة لكن تظل برضو كودفور الأنسب من وجهة نظرك اللي ممكن يماهد الطريق لمنتخب مصر أنها تروح لبايد في البطولة أنا أتمنى أننا نحن لقاء فرقة جامدة يعني فرقة كبيرة عايز اختبار صعب يعني نحن لقاء فرقة كبيرة فرقة أوليلة فرقة صغيرة مشكلة عندك أنت مش عند الخصب لكن أنا كرويتي للمنتخب لو عمل الطبيعي العادي اللعب التشكيل العادي أو المناسب للمنتخب هنزهر بصورة أفضل من كده وده اللي أنا أتمنى أن نحن نقدي أداء في مباراة السودان يطمنك للي جاي يطمنك على مستوى النتيجة وعلى مستوى الأداء الفني أكيد بنسبة كم في المية من وجهة نظرك منتخب مصر بطل أفريقي؟ بنسبة تسعين في المية إن شاء الله تسعين في المية؟ تسعين في المية؟ متفاقل جدا كابتن أحمد إن شاء الله أتمنى أن يكون عندي نص تفاولك يا رب إن شاء الله نحتفل ببطولة أفريقي اللي غابت عنا ولا نستحق الحقيقة؟ نستحق جداً ومن حق الجيل ده كمان يرفع بطولة كاس بطولة أفريقي عندنا أنا شايف إن المنتخب فيه ومشا محترمة جداً تستحق إنها على أقل تروح لبعيد كل التوفيق لمنتخب الوطني نتمنى ربنا يهدي كده مستر كالوس كيروش للتشكيلة والطريقة الأنسب ويقدم لنا عرض قوي جداً وأداء محترم قبل النتيجة إن شاء الله بإذن الله تكون في صالح منتخبنا الوطني بشكرك شكراً جزيلاً استمتعنا بوجودك معنا كابتن أحمد بشرفتنا وأنا ورتنا في السادسة ربنا يا خليج الزامد ودائما بستمتنا وأنا معهدتك شكراً لحضرتك وشكراً لحضرتكم على المتابعة وعلى كل خير إن شاء الله نتقابل دايماً على شاشة الأهلي في السادسة تحياتي لحضرتكم